السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناي وبناتي تلاميذ تلميزات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة عن حل تيست ون على يونت ون من منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس لأصلكم كل جديد يونت ون تيست ون والاختبار دولات من كتاب الأضواء جيم صفحة 64 إيه لسنينج الاستماع ون لسن اند سيركن استمع وضع دائرة والسؤال دي أولاد بيجيبنا أربع جمل أول نقطتين مننا أولاد بيجيب سؤال وجواب الأستاذ بيقرأ السؤال وجواب أولاد ونعلم على الإجابة المكتوبة قدامنا النقطتين الثالثة والرابعة أولاد الميستر بيقرأ سؤال وجواب برضو ونعلم على السؤال اللي قراء الميستر على السؤال وجواب بكو بيجيب أراد بيجيب إلى أولاد ايام جونج توزا باربرز شوب باربرز شوب اللي هو اي اولاد محل الحلاقة بعد كده اولاد علي قال واي ار نقاط جونج زير يبقى واي ار يا اولاد واي ار يو يبقى انكتبين اولاد يوم عادي قال بيكوز اي نيد اهير كت عايز اقص شعري علي قال اولاد وات ار اتس نقاط يبقى وات ار يا اولاد وات ار اتس اورز بنكتب هنا اولاد اورز ما عدد ساعات عملهم عادي اولاد قال ات از اوبن فروم تن ام هنا اولاد بقية تو تو ناين بي ام بنكتب هنا اولاد تو بي ريدنج سري choose the correct answer from a-b-c-r-d اختر الاجابة الصحيحة نوع نقاط انه از ايس كرين يبقى هنا اولاد وات ولا وين ولا هو ولا وار لا هو من هو اللي اختر العاية ايس كريم فننختر اولاد هو. عادة استفهام هو. number two. in the museum children under five can get in four. four يا اولاد. cost. ولا find ولا food ولا free. لا free يا اولاد. الدخول عيكون مجاني. بنختار free. وي نغط اوبن ضعيلي. هنا اولاد اوبن جاي صفة. فهنا اولاد وي يجو ورا verb to be. فوي تاخد يا اولاد. وي ار. يبا وي ار اوبن ضعيلي. نحن يا اولاد فتحين كل يوم. يبا نختار ار. number four. we go to نغط to learn. هنا اقول لك اولاد نحن نذهب الى نغط لكي نتعلم. to learn نتعلم. يبا we go to يا اولاد. we go to school. يبا نختار school. نحن نذهب للمدرسة لنتعلم. number five. we can find a lot نغط. فين اولاد اولاد. ايجي بعد منها يا اولاد. ايجي بعد منها. يبا نقوله. we can find a lot of. نكهات. طب number six. i can borrow and read box. at the النغط. هنا بيقول لك اولاد. انا استطيع ان استعير واقرأ الكتب. فين اولاد? at the library. بنختار library. number seven. we was there a bridge near your school. هنا اولاد بيسأل ب was. فالاجابة تكون ايه اولاد? تكون yes there was. بنختار was. number eight. my best نغط is vanilla. فهنا my best يا اولاد. my best flavor. فنختار هنا اولاد flavor. نكهات المفضلة. الفانيليا. number four. start the old word and replace it with a correct one. بيقول لك يا اولاد ضع دائرة حول الكلمة المختلفة واستبدلها بكلمة صحيحة. number one. bank library. seater open. فهنا اولاد bank library seater اماكن. اما open verb. فنحط دائرة حوالين open اولاد. ونكتب مكانها مكان من الاماكن. والي يكون ايه اولاد park. بعد كده اولاد number two. doctor paper grocery teacher. فهنا اولاد يبني دكتور وبيبر وتيتشر دول اولاد وظائف. اما grocery ده مكان. فنحط دائرة حولين grocery يا اولاد ونكتب وظيفة من الوظائف. والي يكون اولاد vet. طبيب بيطري. number three. show hotel train station school. فهنا برض اولاد school train station وهوتل اماكن. اما show مسرحية او عرض. فنحط دائرة حوالين show يا اولاد ونكتب مكان من الاماكن. والي يكون اولاد. والي يكون bank. فنكتب هنا اولاد bank. number four beside cross near behind. فهنا اولاد beside وnear وبهين ده الحروف جار. اما اولاد there يعبر. فنحط دائرة حوالين cross. ونكتب مكان منها اولاد حرف جار من حرف جار اللي احنا درسناها. والي يكون اولاد across from في الجهة المقابلة. ونكتب هنا. number five. جيزة. بالتمور. نيويورك. كون. فهنا اولاد جيزة. بالتمور ونيويورك دول مدن. اما كون اولاد دي بس كنت الايس كريم. فنحط حواليها الدائرة. ونكتب اولاد مدينة من المدن. والي يكون اولاد كايرو. ونكتب اولاد سي كابتل. five. read the passage and the answer the questions. اقرأ الفقرة واجب عن الاسئلة. انا اقرأ مع بعض الفقرة اولاد. ستيفن كونر وانس ان ايس كريم ساندويتش شاب. هنا اولاد بيقول لك في واحد اسمه ستيفن كونر يمتلك محل اللي بيع الساندويتشات الايس كريم. it's called called sandwiches. يبا بيقول لك المحل اللي بيسمي اولاد الساندويتشات الباردة. in nineteen ninety five. he bought his first ice cream. بيقول لك اولاد في عام الف تسعمية خمسة وتسعين اشترى اول مكينة لعمل ايس كريم. he made ice cream at home. لما اشترى المكينة اولاد هو كان يعمل الايس كريم في البيت. then بعد كده اولاد in nineteen ninety nine he bought an ice cream shop. بعد كده اولاد في عام الف تسعمية تسعة وتسعين هو اشترى محل لبيع الايس كريم. ice cream shops were on every block in his town. بيقول لك اولاد ان محلات الايس كريم موجودة في كل عمارة سكنية في مدينته. so he decided to sell just ice cream sandwiches at his shop. لذلك هو اقرر يا اولاد ان يبيع ساندويتشات الايس كريم فقط في محلو. the delicious taste of ice cream between two cookies in his favorite. بيقول لك اولاد انه كان يفضل ان يضع الايس كريم اولاد بين طبقتين من البسكوين. يبه هم اولاد يفضل وضع يا اولاد وضع الايس كريم بين طبقتين من البسكوين. بعد كده اولاد هنا يقول لك. he used all kinds of flavors from from chocolate and strawberry to banana. هو يا اولاد استخدم كل انواع النكهات بدءا من الشوكولاتة والفراولة الى الموز. وبعد ما قررنا الفقرة اولاد هنجاوب على الاسئلة اللي على الفقرة. number a choose the correct answer from a b c or d. بيقول اختار اجابة صحيحة من a b c or d. اول واحدة اولاد معان number one. steven bought his first ice cream channel. بيقول لك يا اولاد ان steven اشترى اول مكلة للعمل الايس كريم. هنا اولاد اين اينتين ناينتي فايف ولا اين ناينتين ناينتي ناين ولا اين توينتي زيرو ولا اين ناينتين ناينتي. فهنا اولاد في الفقرة بيقول لك عام الف تسعمية خمسة وتسعية. يبقى ان ناينتي ناينتي فايف. بعد كده اولاد هنا هيقول لك. the delicious of ice cream between two cookies is steven's فافرت. فهنا اولاد هنختار يا تيست. يبقى هنا اولادي المزاق المفضل او النكهة المفضلة لديهم. فنختار هنا اولاد يا تيست. اول سؤال معنا اولاد بيقول لك number three. why did steven decide to sell just ice cream sandwich. بيقول لك ليه اولاد ستيفن كرر ان هو يبيع فالاجابة بتاعتنا اولاد بتكون اين. الاجابة اولاد بتاعتنا من الفقرة فنقول because ice cream shops wear on every block in his town. يبقى معناها يا اولاد ايه? لان محلات الايس كريم في كل عمارة السكنية يوجد ايه يوجد لانه يوجد في كل عمارة السكنية في مدينته محل لبيع الايس كريم. يبقى because ice cream shops wear on every block in his town. number four what flavors are steven's ice cream. بيقول لك ايه النكهات المفضلة لستيفن. اول حاجة يا اولاد عندنا الاجابة من الفقرة برضو نقول يا اولاد. he used all kindest of ice cream from chocolate and strawberry to banana. يبقى هو اولاد استخدم كل النكهات من ice cream. بدء من يا اولاد الشوكالاتة والفراولة الى الموز. c writing. الكتابة. number six. بيقول write an email of seven sentence. اكتب بريد الالكتروني من سبع جمع. فالبريد بتاعنا اولاد النهاردة بيقول لك write an email to your friend to tell him about your favorite sandwich. فهنا هيقول لك يا اولاد اكتب اه اميل لصديقك عادة تخبره عني اولاد الساندويتش المفضل بتاعك. فهنا اولاد بيقول لك your name is Magdy. اسمك Magdy. your email address is Magdy at student dot com. بيقول لك ال email بتاعك Magdy at student dot com. your friend email address is Adel at student dot com. email صديقك عادل اولاد عادل at student dot com. هنكتب مع بعض ال email. اول حاجة في ال email يا اولاد هنا to. to يعني يا اولاد الى. ايبنا نكتب هنا email صديقنا عادل. فنقوله Adel at student dot com. from. ده نكتب email بتاعنا. from يا اولاد Magdy at student dot com. subject اولاد الموضوع. فنكتب موضوع email بتاعنا. فنقوله my favorite sandwich. sandwich المفضل بتاعي. طيب هنا اولاد نبدأ email ب. نقول there Adel. عزيزي عادل. بعد كده اولاد بتاعيه بتاعت ال email. ده نكتبها في كل email يا اولاد. فنقوله how are you and your family? كيف حالك? ويا اولاد وحال عائلتك. بعد نبدأ بعد كده اولاد نبدأ في ال email. فنقول يا اولاد yesterday I went to a restaurant. امس. انا ذهبت الى المقعم. it's it's near my house. it's near my house. انه قريب من منزلي. I went with my sister. انا ذهبت مع اختي. we had a sandwich. نحن تناولنا sandwich. my favorite sandwich is beef burger. السندويتش مفضل بتاع اولاد. لو ايه اولاد البرجر. my sister likes cheese. sandwich. اختي تفضل sandويتشات الجبنة. we are happy. نحن كنا سعداء. it was a nice day. انا يوما رائع. بعد كده اولاد نختم ال email. فنقول اولاد see you son. اراك قريبا. yours مكدي. صديقك مكدي. seven. re-arring and flowing words to make a correct sentence. اعتر تبك كلمات الاتين اللي تكون جمل صحيحة. number one. هنا اولاد يجي منها invent. يخترع did win za john sandwich. يعني يبدأ اولاد به win. win ييجي بعد منها اولاد did. بعد كده did ييجي بعد منها اولاد الفاعل اللي هو john. فنقول with did john. بعد كده john ييجي ولا مصدر الفاعل اولاد invent za sandwich. في الترتيب السؤال بتاعنا. when did john invent za sandwich? متى اخترع john sandwich? number two. on work people pavement za shod. هنا اولاد نبدأ ب people. الناس. shod يجيب. بعد كده اولاد shod ييجي بعد منها مصدر الفاعل. walk on za pavement. يبقى اولاد يجيب على الناس ان مشى على الرصيف. يبقى اولاد people should walk on za pavement. ونكتباه هنا. بعد كده اولاد السؤال number eight. bank twice za flung sentis. بيقول لك ضاع لما الترقيم في الجملة الاتين. اول جملة معانا اولاد. i visited as one last year. فهنا اولاد التغييرين يعني نجيروهم على الجملة. هنا اي كابتل زي ما هي. اصوان يا ولاد نبدأ ب اي كابتل. وبعد كده نشيل السلاش يا ولاد ونحط في الستوب نقطة عشان دي جملة. بعد كده اولاد الجملة التانية. is ايس كريم your favorite dessert? بيقول لك هل الايس كريم الحالة المفضلة لديك? فهنا اولاد. الاي تبقى كابتل. وبعد كده اولاد نشير السلاش ونحط علامة استفهام. وبكده اولاد وصلنا معاكم من نهاية الدرسة للنهاردة. ارجوكم الاستفدتم معانا. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد. والضغط على زر الاعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.